موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلاً ومرحباً بالجميع إخواني العزاء اليوم قد نشرح رح نعلمكم شون نسوي خلفية ديناميكية خلفية تتغير تلقائياً بدون أي تدخل من عندك حسب الوقت اللي أنت تحدده طبعاً أول شيء خلنا نعليكم الأضاءة حتى تكون الصورة راضحة أول شيء رح تحتاج بعض الصور مثلاً عندي هذي الكم صورة اللي ما أخذ هنا أنا وحده ما الماك الجديد هذي اللي قدامكم الصور هذي رح تجي تنقر على تحديد تحاول تخليها بألبوم منفصل ألبوم وحده تحدد وبعدين تدوس على دقمة المشاركة وتقول لها إضافة إلى ألبوم رح يسألك تقول لها ألبوم جديد تكتب اسم للألبوم الجديد أي اسم اللي يعجبك مثلاً كتبت وقول لها حفظ نقلت الصور لهذا الألبوم هذا الألبوم صار قدامكم بعدها رح يكون شغلنا بتطبيق الاختصارات ننقر عليه ونجي على يعني مو التحكم التلقائي لا نجي على الاختصارات هذي نقل لها زائد ننشئ اختصار جديد ندوس على من هنا بالبحث نكتب فايند فوتوز رح أكتب الكميات أطلع على الشاشة إن شاء الله فايند فوتوز رح يطلع عندي هذا المربع وأكو هنا Add Filter رح أنقر على Add Filter رح يقول لي Album is Recent يعني اختار الألبوم هو ألبوم الكاميرا يعني ألبوم الصور الأخير ما المتقطة وغيرها أنا ما رد هذا الألبوم رح أنقر على كلمة Recent رح تطلع عندي الألبومات كلية هذا هو الألبوم ما لتنا اللي سوينا Dynamic Wallpaper اختار الألبوم اللي سويته حسب الاسم أي اسم اللي كنت أنت كاتبة اختارها رح تلقاه هنا رح يجيك Sort By رتبها حسب مكتوب Now هاي تسويها حسب تقول لي Random تختار عشوائي هذا هو الRandom آخر اختيار هذا الأفضل وهنا عندك Limit لازم تفعلها وتجي على الناقص تنقر عليه عدة مرات إلى أن تصير وحدة Get One Item هاي إذا ما تسويها ما رح يشتغل عندك تلقائي رح يسألك ومعناتها طريقة يعني ما تنجح بعدها ننقر على الزائد ونجي نقول له Set Wall Paper هذي هي Set Wall Paper طلعت عدي مباشرة وإهنانا ننقر على Show More حتى تطلع عندي هاي Show Review ومفعلة هذي أطف فيها تمام؟ هذا الشكل ما الاختصار بشكل نهائي صار هيجي رح أقول لأني Exit رح يطلب من عندي اسم للاختصار أي اسم اللي يعجبك رح أكتبها منها Dynamic Wall Paper مثل ما كتبنا قبل شوية وقل له Done صار هذا هو الاختصار حاليا رح نشوف إحنا هاي الصورة هسا اللي خالها آني رح أجي أنقر عليها كتب صح تغيرها الخلفية هجرب مرة ثانية كتب لي صح تغيرها مرة ثانية حاليا نجحة عندنا طريقة أنه تتغير بس يدويا جاينا ننقر إحنا إحنا ما نريد هذا الشي نريدها بشكل تلقائي رح نروح على Automation اللي هو التحكم التلقائي ونقول له زايت وأول اختيار الأزرق Great Personal Automation نختار Time of Day أول اختيار وقت في اليوم رح نجي نسوي حسب الساعات مثلا أنت حسب الصور اللي عندك حتى ما أطولها يعني عندك أربع صور مثلا خلي سوي بـ 12 وسوي بـ 3 سوي بـ 6 سوي بـ 9 كل 3 ساعات مثلا رح تتغير عندك الصورة خلال النهار عندك أكثر سوي أي وقت اللي يعجبك رح علمك الطريقة وتبقى أنتو حسب كلمة وإبداعك الطريقة هي تجي تقول له Time of Day هذا الاختيار الواقف هسا علي المؤشر وهنا نأبنى الوقت هسا مثلا أني رح أسوي بالسبعة مثلا نقول وهسا و 16 دقيقة رح أقول و 18 دقيقة حتى أشوفها وراويكم إياها صارت و 17 بقى الدقيقة رح أقول له Next هنا Add Action رح أقول له Run Shortcuts هذا هو Run Shortcuts أختارها وأنقر على كلمة Shortcuts مجرد ما تنقر عليها رح يقترح لك كل الشورتكات لمسويها أنت بالبرنامج وهذه هي Dynamic World Paper مالتنا اللي سويناها ننقر عليها وبعدها ننطين Exit ونلغي هذا الاختيار اللي هو التأكيد وقل له Done وأطلع هسا 7 و 17 دقيقة رح أنتظر تصير 7 و 18 المفروض تلقائيا تتغير عندي الصورة وبعدها أقدر أوقت آني هسا احنا اختارنا هذا الوقت على المد بس نجرب البرنامج نقدر وراها نحدد نسوي بالتسعة بالليل نسوي بالعشرة بالليل بالدعش بالليل أنتو كرروا هاي العملية هسا صارت و 18 دقيقة تغيرت الصورة مثل ما شفتوا تلقائيا بدون أي تدخل ولا أي شيء والإشعار ما طلع عندي هذا الإشعار اللي يطلع مرات ويقول لك أنه تم تفعيل أو فالإشعار يجيك عن طريق الاختصارات تطبيق الاختصارات فهذا الإلغاء تروح للإعدادات وتجي على مدة استخدام الجهاز حتى أفد مرة على مدة صير عدكم طريقة تلقائية مثل ما شفتوها فول كل شي ماكو يعني تجي عرض النشاط وتنزل للأخير تجي على الإختصارات رح تلقاها هنا موجودة إذا لقيتها بهالشكل ما ينقر عليها غير بهاي هذا الأسبوع دوس على الأسبوع الماضي تفعل عندي النقر نقرت عليها شرح تلقى أنت رح تلقاها بهذا الشكل دوس على السماح بالإشعارات طف فيها رح تطفى عندك الإشعارات رح تصير في أدشي فول أوتوماتيك تلقائية بشكل روعة يعني فرح نرجع للإختصارات هذا هو الإختصار مجرد الوقت اختاره فأنت رح تجي تسوي زائد تسوي بعد يعني عدة إختصارات بالوقت وهذا طبعا رح يتكرر بشكل دايلي هنا أنا مكتوب لك الريبت دايلي يعني يوميا يوميا بالست رح تتغير عندك الخلفية يوميا بالسبعة تتغير بثمانية حسب أنت هايش قد تكررها حسنا مثلا نسوينا بالسبعة نقدر نسوي منها نجي نكتب له بثمانية أقول لها بثمانية أريد تتغير الخلفية ونفس الاختيار أجي أختار run short cuts مجرد يشغلي الاختصار مالتنا اللي إحنا نسويه أختار منها dynamic wallpaper وقل لها next وألغي السؤال don't ask وأقول لها done صار عندي تغير بالسبعة تغير بالثمانية وأكرر في كل ساعة يعني مثلا تريد تسويها على 24 ساعة خلي 24 صورة أكثر حتى هو عشوائيا رح يختار لك الصور ويتغير تلقائيا وياك فتشي كلش حلو حتى ما تمل من الجهاز كل ساعة أو كل نص ساعة أو بلي عجبك أنت رح تتغير عندك الخلفية طبعا هذه الطريقة شغالة ويا 14 3 الإصدار التجريبي نسيت أذكرها طبعا بالبداية شعر مفوضة أذكرها بس أعتبر لأنه الفيديو هذا المرة الثانية أسجله لأنه سجلته وكملته وطلع خلل بالمايك وطلع الفيديو من غير أي صوت فطبعا تشتغل ويا 14 3 اللي خلال أيام رح ينزل بشكل يعني رسمي للعامة فإن شاء الله رح ينزل وتقدرون ينسون الطريقة أو إذا تحبون تنزلوا بيتا فهو موجود وصدار مستقر يعني أنا أول مرة أنزله على جهازي الرئيسي مثل ما تعرفون دائما أنزل على جهازي التاني وهذا هو 14 3 مثل ما لتشوفوا أتمنى أعجبكم الفيديو أتمنى أن تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا تنتهوا المرة تزورون القناة تحياتي لكم